إذن مشاهدين الأكارم كما العللنا في بداية الحلقة على موضوع نهار اليوم وهو التنفيس الإنفعالي ربما الناس بزاف رأيتشوفين أصبحت اليوم راح تقولكم شنه هو التنفيس الإنفعالي وشنه هي الطرق الفعالة لتخلي الإنسان يتنفس على ولا ينفس على حياته من الضغوطات اللي تكون حاضرة معها في يومه يلا بداية مروة أهلا وسهلا بك من جديد في الأستوديو بداية ما هو التنفيس الإنفعالي ربما مصطلح يكون جديد على الناس اللي رأيتشوفينه التنفيس الإنفعالي هو أسلوب يخلينا نعبره على المشاعر السلبية والصراعات النفسية اللي نمر بها بطريقة صحية وسليمة بعيدا عن الكبت بس كنا عرفوا باللي نمر بضغوطات يوم بعد يوم ويخلينا نكبسوها داخل الكبت هذا راح يخرجنا بعد على شكل إضطرابات نفسية وحتى عضوية هنا الأخ يوسف نلقى نوعين من الناس بطريقة تعبير على الإنفعالات صحهم كان يلجأوا إلى السراخ الضرب التكسير صح ونوع الآخر يقلبوا كل شيء الداخل يعني يكبتو وهنا الطرق في زوج خاطئة آها يعني هذا الطرق للتنين خاطئة نعم هو الإنسان ربما في العادة وللم يتعرف عليه أنه لما يرد على انفعالاته بطريقة أو بأخرى ربما يكسر عيتي يخبط تلقاه يرد ربما في الأغلب تكون طريقة عنيفة نوعا ما يحس أنه روح على نفسه يقول لك هكذا نحيط الضغطها وراك تقولي بلي طريقة خاطئة نعم صحيح هذه طريقة للتفريغ أيضا لكنها طريقة سلبية يعني الإنسان من بعد راح يولي منفعل ينفعل بشدة اليوم إن شاء الله راح نتعرف على طرق إيجابية والصحية لتتعامل مع الضغط جميل جدا يلا قبل ما نتعرف على الطرق وأهم الطرق لتساعد الإنسان في التنفيذ الإنفعال وللترويح على نفسه من الضغطات اللي تجي في حياته اليوم يخليني فقط نفتح المجال للبشاركين والناس اللي رأيتشوفين أصبحت اليوم من أجل تواصل معنا عبر رقم الهاتف الخاص ببرنامج شروق مورنينغ ليظهر أسفل أشاشة 023-71-98-71 عايتونا وحكونا على تجاربكم في هذه النقطة تحديدا رجاء في الموضوع كيفاش تعبروا على الغضب بديلكم وعلى الضغطات اللي تلقوها في حياتكم اليومية يلا نروحوا إلى نقطة مهمة جدا حبيتنا نعرف مصطلح ربما النضج الإنفعالي ما هو النضج الإنفعالي نعم النضج الإنفعالي هو أنك تعطي المواقف والأحداث اللي تتواجهها حجمها الحقيقي بلا ما تأثر عليك من بعد يعني يكون حدثوا لموقف صغير تمدلوا الحجم بتاعه ما تنفعش بشدة يعني تكون تعرف حجم الحالة اللي راك فيها وتعرف طريقة التفاعل معها هذا هو نعم وأيضا أنك تعرف المشاعر تاعك تفهمها بطريقة صحيحة وتفهم المشاعر الأشخاص اللي راك تتعامل معهم أيضا بطريقة صحيحة يعني مهم جدا أن نعرف مشاعر الناس اللي راك نتعامل معهم إن كان أهلو لحتى المحيط اللي يكون ضاير بنا نعم لأنه من سيمات الشخص اللي عنده نضج عاطفي عالي أنه طريقة التعامل مع الآخرين تكون صحيحة بلا ما ينفعل ويكون عنده استقرار وتوازن نفسي طيب بالنسبة للناس اللي ربما تخلط ضغوطتها النفسية مع حياتها اليومية ربما يكون مضغوط من شيء آخر يجي يفرغ ضغوطته لو زعافه كما نقوله بالعامية في شخص آخر في هذه الحالة هذا الشخص وش نقدر نقوله عليه؟ هذه يعني كما كنا نقوله تفريق سلبي هذه طريقة خطأ وكنت تعرفه على الطرق الصحيحة طيب ما هي أليات التفريق والتنفيذ وما هي الفايدة ديالها؟ عدنا أول حاجة الكتابة كتابة مهمة جدا يعني نلقاه الشخصي سرابرين وبين شخص آخر صيرا مثلا المدير والله ويقولك ما قدرتش نعبر على الإنفعالات سعية لأوش كنت حب هنا يتجه الكتابة يعني الكتابة تخليه يفرغ الهدر اللي كان حبه يقول للشخص هذاك وما قالهاش يقوله يفرغها في الكتابة عدنا التنفس هذه طريقة الشائعة هي الكتابة نعم طريقة مهمة جدا عدنا التنفس يلا نروحه نقطة من نقطة هل الكتابة يعني متاحة لكل ناس؟ يعني كي الناس ربما ما تحبش تكتب تقولك أنا يا ما نأمنش بها هذه الكتابة هل هي طريقة فعالة جدا نعم جدا فعالة عدنا الكتابة والتلوين يقدروا يلتاجوا أيضا التلوين نعم عدنا تنفس طريقة صحيحة للتنفس نجبدو الهواء نعمروا الريئتين تعنا الوقت قاسير ومن بعد نعوده لخرجه هنا راح ينقصنا الضغط ينقصنا القلق عدنا ثاني شحل الفترة اللي لازم الإنسان يأخذ فيها أراحتو يتنفس فيها براحتو يأخذ الهواء شهيق وزفير وشحل يخلي ربما الهواء في الجسم مدياله باش يعود يخرجه لأنه تختلف الطرق وناس ما تعرفش تمارس الطريقة الصحيحة أولا يجلس في جلسة مريحة وأما بالنسبة للوقت يكون ثواني عشر ثواني فما أكثر يعني مهم جدا المكان اللي نقوم بهذه الطريقة اللي نكون جلسين فيه يعني يكون بعيد عن ضوضاء نعم يكون مكان هادئ ويجلس بالطريقة اللي سريحه هو يلا وصلوا عدنا أيضا الرياضة المشي الحركة هذا كامل يساعدوا الإنسان باش يخرجوا الشحنات والطاقة السلبية اللي متجزتها في الخلاياتها فاسكوا الضغوطات يخليوا الخلاياتنا تكون فيهم طاقة وشحنات سلبية إذن مع المشي والحركة رح الشحنات هذه تخرجنا عدنا ثاني البكاء بزاف ناس يقول لك البكاء أنه شيء سلبي لا بالعكس هو حاجة إيجابية ويساعدنا بزاف على التفريغ مبروك عليكم الناس اللي تبكوا كي تزعفوا وليك تتقنطوا تبكوا تفرغوا هل لها طريقة حقيقة فعالة؟ نعم فعالة بزاف بالنسبة للرجال والنساء أو للنساء فقط النساء والرجال خاصة كي يكون عدنا موقف حزين مثلا فقدان ولا موت ولا هنا نعبره على الانفعالات تعال الحزن تعنا بالبكاء عادي جدا يعني الإنسان اللي يكون ربما في حال الضغوطات ولا ويبكي لأنه نكونوا واضحين يعني الناس في المجتمع الجزائري تقولوا ضعيف شخصية الإنسان اللي يبكي لا كسنا نشوف اللي يبكي هو لقوي الشخصية بس كي يعرف يعبر على الانفعالات ولمشاعر تعه بطريقة صحيحة نعم عدنا أيضا الرسم أنا استعمل بزاف الرسم مع الأطفال فس كما يقدرون يعبروا على المشاعر تعهم كما الشخص الكبير وعدنا كي يشوف الإنسان روحوا مضغوط ولا ما فيها ولا يشوف إنسان ثقة ويحكي له يعبر له على المشاعر تعه هنا راح ييرولاكسي إذا ما كانش يتوجه للأخصائي نفسي طيب كي الناس ربما أيضا يجلسوا مع نفسهم تلقائهم يهضروا ويفرغوا زعافهم مع نفسهم تلقائهم يهضروا يعني يبشي يهضر ولا يقعد في مكان يهضر وإحنا ربما كناس نمروا عليه نقولوا على شو يهضر هقداره في حالة اللاوعي وفي قدر ربما السيطرة على أعصابوره يتعامل مع نفسه بطريقة غير سوية هل إنسان ربما ليكون يعاني من ضغوطات ونقاوه يهضر مع نفسه من قدرنا نقوله عليه إنسان سوي أو لوصل إلى مرحلة اللاوعي هي عادي 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 نعم يقدر الإنسان يعني إذا كان إنسان ما هوش يعاني من إضطرابات نفسية أو حتى عقلية فسكوهذا يقدر يكون عرض من إضطرابات نفسية أما إذا كان إنسان سوي ويلجأ للطريقة هذه باش غير يفرغ شيء عادي جامل يلا نوصل أما أهمية الطرق هذه يخليه الإنسان يعبر على المشاعر تقعب كل حرية بكل راحة دون قيود نعم ثاني يخلقنا مساحة داخل بشنا قدروا نستقبلوا في تجارب جديدة بس كي تكون عندنا ضغوطات بززا ما نقدرش نستمره في الحياة يلا جميل جدا صح لأنه إنسان هذا الشيخ اللي ربما ما يقدرش يبديع أكتر في حياته اليومية خاصة الإنسان تلقى ديما مهمهم ديما مقلق يخمم في مشاكل كبيرة ربما عليه ويعطيها حجم أكبر في عقله الباطني فبالتالي يتأثر على مردوده الإبداعي خلينا نقول أليس كذلك نعم اليوم نفعلوش بشدة نمدو كل شيء حجمه الحقيقي مهم جدا أنه الإنسان يعود ما ينفعلش بطريقة كبيرة خاصة أنه الجزائريين معروفين بليم قلقين يقولوا علينا بليم قلقين نعم سهي يلا أكيد في انتظار استقبال اتصالاتكم مشاهدين الكرام بشاركونا في حلقة اليوم وفي موضوعنا لنهار اليوم والذي نذكركم فقط بالهاتف والخاص ببرنامجنا 021-71-98-71 نرجعو إلى الأسئلة الجيلة من بين أنواع التنفيذ كانت تنفيذ الجسدي والتنفيذ العقلي واش الفرق بين كل واحد تنفيذ العقلي يتميز بالأفكار يعني نخرجوا الأفكار تسعنا من العقل اللواعي للعقل الواعي بسكولة بنا بلي العقل اللواعي يخزن كلش يلتاقط كل الأفكار سواء كانت سلبية ولا إيجابية وبعد راح تأثر إيجابية أثر بالإيجاب وإذا كانت سلبية راح تأثر عينها بسكولة يعني هنا تنفيذ العقلي كي نستعملوا الطرق اللي كنا نهدروا لها راح تخرجنا الأفكار من العقل اللواعي للعقل الواعي وبعد من العقل الواعي راح نتخلصوا منها تخرج للسطحة هكذا أما تنفيذ الجسمي كما قلنا كي نتعرضوا الضغوطات الخلايا تكون فيها طاقة سلبية وشحنة سلبية هنا ثاني بار إكزامل كي ما قلنا مارسو الرياضة ولا المشي الطاقة السلبية هذه والشحنة السلبية راح تخرج من خلايا على الجسد تانا بهذا نتفادى بعديد من الأمراض الوضوية مثلا القولون العصابي ضغط الدم لأحيانا تكون سببها نفسي في أغلب الأحيان يكون ضغوطات نفسية هنا تؤدي إلى عديد الأمراض وهذا حسب آخر الدراسات التي تصدرها مختلف الهيئات الصحية يلا نرجع إلى جسم الإنسان وش يصر عفوا جسم الإنسان لما يكون في عملية أو يقوم بعملية التنفيذ الإنفعالي كما كنا نقوله الأخ يوسف راح تخرج الأفكار السلبية من العقل وأيضا الخاليات تتنظف المشاعر السلبية طيب ما هو العمر المناسب لنقدر من خلاله نبدأوا هذه الممارسات ونعرفوا أنفسنا بعملية التنفيذ الإنفعالي التنفيذ الإنفعالي يهم جميع الفئات نقدر نقوله من ثلاث سنين وطلع يعني حتى لتسعين سنة وأكثر بس كنا نشوفه بالأسلوب حقيقة نستعملوا في حياتنا اليومية يساعدنا باش ما نوصلوش لمرحلة الضغط والإنفجار للأسف الشديد كان نصح يخلوهم مكبوتات مكبوتات ما يقوموش بهذه الطريقة حتى يوصلوا إلى الانفجار أو مرحلة الانفجار بالنسبة للأطفال الصغار كان بعض الأطفال يعني ربي معهم يعانوا في حياتهم اليومية من الضغوطات إن كانت من الأسرة من المجتمع تنمر من المدرسة وغيرها من العوامل اللي تخليهم يعيشوا في ضغط نفسي هل يساعدهم هذا الطريقة أو لنقدروا نتعاملوا معهم بهذا الطريقة أكيد نعم نستعملوا معهم التنوين ليعرفوا الكتابة نستعملوا الكتابة الرسم كما قلت لك نستعملنا الرسم بزيه مع الأطفال طيب ما مدى فعالية هذه الآلية بالنسبة للطفال الإنسان الكبير نقدره نعرفه أنه هو بنفسه لما يقوم بهذه العملية يعرف النتيجة وتكون النتيجة حتمية راح يروح لها عفوا ولكن بالنسبة للطفل مع البلوج هل تكون فعالة بدرجة كبيرة ولا لا لحنت جاوبيني على هذا السؤال شفية على سؤالي ولكن شفية على إيجابتك نستقبل مكالمة هاتفية ونقول له ألو هذا صبح الأنوار ألو ألو صبح خير من العلمة من العلمة يلا تحية لكم كل ناس العلمة اللي رأيتشوف فينا يعني ضيفتنا رهي من سطيف وانتي من العلمة يعني منطقة واحدة مرحبا بك بك مرحبا لا الله تفضلي بسؤالك أنا في استماء بغيت نسق في الدكتورة تفضلي أنا تفضمتي سماء وبقيت حيك ما دخلاني ما قدرت في سماء نخرج ولا ما قدرت نهدر ما قدرت نبكي سماء حيك ما كن رجل دخلاني طيب واشنو هي الأسباب اللي تخليك ما تهدريش ولا هل ما عندك شتيقة في الموحيط اللي معاك ولا أنتي من النوع كلها من طبيعتك تحبي تكتمي مشاعرك وغضبك نحب نكتم طيب عندك ناس ربما أمك أخوتاتك ناس قراب لك تقدري تفضف طيلهم ولا لا لا ما نحب سنهدر جربت طهدري ما قدرتش ولا لا لا ما تجربتش نحب سنهدري سماء كتومة طيب أستاذة إذا كان عندك سؤال ربما توجهه لها تفضلي نعم حبي تستقسيك مدة سبما شحل عندك أنا أقولي شهر شهر جديد يعني يلا طيب سؤال وفقط كيف شركت تعايشي هل عندك ربما دائما ضغوطات في حياتك اليومية ولا يعني ضغوطات ضغوطات يومية يومية عايشة في ضغوطات يعني أيضا وشنو هي أبرز الضغوطات اللي تعايشي ياهل من الزوج ومن العائلة حكي لنا شوية لو حد ما ويسمع فينا في الدار ضغوطات في الدار طيب وردت فعل كيف ش تكون في العادة ردت فعلي ما نهضرش ما تهضرش ولكن في تصرفاتك هل ربما تكسري أواني في المنزل تعايشي لا 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 خطي تبكي يعني تلجئي إلى طريقة البوكاء يعني في العادة ولا لا لا البوكاء فأثبت بصح ما ما عنديش البوكاء يعني ما تعرفش تعبر إلى مشاعر يعني تبقى في صراع مع نفسك دائما وما تعبرش على مشاعرك جميل شكرا على المشاركة أبقايم أنا على أوقا مشاهدة للفقراء راح تسمعي إلى نصائح وتوجيهات سيدة مرواني راح حضرها معنا صبيحة اليوم طيب سيدة كما طرحت سؤالها تعرض في حياتها اليومية إلى ضغوطات وعندها صدمة قريبة يعني ما زالها جديدة معرفتش تتعامل مع مشاعرها وش تنصحيها؟ هنا نستحاب تتعلم التقنيات اللي كنا نهدروا عليهم يعني المشاعر تحاول إنفعالات تحا تعبر عليهم مثلا بالكتابة تكسب بشراءها مزاجها تخرج تدير رياضة ولا حتى في البيت إذا ما قادرتش تتجه للبكاء تدير عمليات تنفس ما قادرتش قتلك يعني ما نشع عرفان نعبر على مشاعر كيفاش تنصحيه لنا واشنو هي أولى الخطوات اللي تخليها ربما تخرج من هاد الصدمة من هاد الضغط الداخلي اللي عايش فيه وش تقدر دير وش لازم تدير وش ضروري تدير قبل ما توصل إلى مرحلة الانفجار ما هيش قادرة المتصلة نعم يوسف هذو هم الطرق ليخليونا ما نوصلوش لعمليات الانفجار يعني راح تعبر على المشاعر تحا بالطرق هذه الكتابة يعني سهلة أي واحد يقدر يكتب لحركة ثانية كيف كيف ونقولها برك المشاهدة إذا وصلت ستة شهر ولا ثمانية وما تعافتش من الصدمة هذه تزور أخي صائي نفسي من الأحسن يعني الصدمة راح جديدة تقدر يعني تكون فقط ضغوطات نتيجة الصدمة لأنه تاخذ وقت باش ترتاح نعم أكيد من ما راح يصدمة أننا نواجه الغضب الحزن ما راح لهذا كامل طبيعي نعم طبيعي جدا ومن الأحسن نمر بهم يعني إذا ما مرناش بهم وصلنا ستة شهر ولا ثمنا شهر هنالستد ما راح تتقانه يعني طبيعي جدا تعيش الحالة اللي راح يعيشته ولكن الأهم من هذا أنه تتخطى هذا المرحلة أكيد وتتعلم المهارات اللي كنا نحكي وليهم يساعدوها بزيب يعني في حياتها اليوم يتواجه ضغوطات ولا تستعمل المهارات هذو جميل يعني شكرا على هذا المعلومات اللي قدمت يا لون إن شاء الله عفوا تستفاد أم منهم يلا نرجع إلى سؤالي اللي كان قبل الاتصال وين وصلنا إلى الأطفال نسيتي ربما وصلنا إلى الأطفال ما مدى فعالية هذا الطرق مع الأطفال نعم الأطفال كامل الأطفال ثاني يساعدوهم الطرق هذا باش يعبروا على المشاعر صحهم كما هما مشي كما الشخص الكبير ما يقدروا مثلا يعبروا بالهدرة ولا الكلام إذن رح يسقطوهم في البرقة بهذا رح يفرغوا نستعملوا أيضا تقنيات هذا التعرسم كتشخيص باش نعرفوا الضغوطات على الأطفال اللي رحهم يعيشوا فيهم يلا نروحوا إلى نقطة مهمة أخرى ضمن هذا الموضوع ونحكو على الأشخاص اللي ربما نشوفوهم في حالة غضب حالة قلق أو حتى اكتئاب ربما نشوفوهم يبكوا ويضحكوا في نفس الوقت يعني يبكوا ويضحك هل هذه الحالة طبيعية أو لا يعني من المجتمع يقول لك بالله هذا خلاص هو أهبل يعني بالعامية نقوله هكذا ولكن نفسيا ولا من جانب صحي أكتر هل هذه الحالة طبيعية ولا لا لا مع أنهما في زوج تقنيات للتفريغ الضحك والبكاء الصحيح يعني شخص يتجه لهم في زوج في نفس الوقت هذا شيء غير عادي يعني كين مواقف اللي نستعملوا فيها الضحك وكين مواقف اللي نتجهوا فيها للبكاء يعني مثلا يكون حدث محزن ولا مثلا فقدان ولا موت هنا غير عادي أنا ننتجه للضحك هنا نعبره عن مشاعر الحزن سعنا بلا عن طريق البكاء أما إذا كان عندنا توتر ولا ضغط هنا الأحسن نشوفه واجه مضحكة باش نعبره عن الانفعالات سعنا بالضحك يعني تختلف من شخص إلى آخر حسب هو حسب الموقف جميل يلا نروحوا إلى سؤال آخر حبيت نطرحه عليك ربما فيما يخص مرحلة الضغط والانفجار وهي آخر مرحلة ربما يوصل لها الإنسان ولكن قبل ما يوصل لها الإنسان نروحوا نستقبلوا مكالمة هاتفية نقولوا آلو آلو صباح الخير صباح الأنوار صباح الأنوار شكو معنا صباح خير صباح الأنوار ركي على المباشر أنا نسمعه فيك آلو صباح خير صباح الأنوار ركي على المباشر تفضلي بسؤالك شكو معنا ومنين قبل سيدتي فقط حاولت نقصي صوت التلفزيون سمعينا من الهاتف رجاء باش نقدرون تسمعوك وتسمعينا ركي تسمعي فينا آلو آلو يبدو أن المكالمة راحت للأسف الشديد سيدتي لا ركي تسمعي فينا فقط حاولي تواصلي معنا نقصي صوت ركي نسمعه فيك سيدتي نقصي صوت الشاشة من فضلك وسمعينا من الهاتف وتفضلك آلو 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 نسمع آلو نسمع نظرك سيدة كبيرة في العمر آلو نظرك عندي ستين سنعين نقصي بفضلي آلو نسمعه فيك آلو نظرك مرّيت بفضل نظرك بكثير فقطت والدي العزيز البدري بقطر عجلي آلو مشاكل عندي معاولي بقالي واحد بقالي بنتي ثاني مطلقة نحب نحضر بكثير نحب نشكي نحكي آلو يعني عندك في حياتك اليومية مع من تحكي مع من تشكي أو لا؟ ما عندنا عسلينيال مهم هكا نحكي واخضع بالصحة ما نشعج بتني روح إخلاع هكا نحكي نتفكر حتى اللي عد علي ولي داتي ما نشوفهم في مهك شاعات اللي هكا نحكي 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 هل ربما تعيشي هذو الضغوطات بشكل يومي ولا تجيك فقط من وقت إلى آخر على حسن تعيشي يعني ضغوطات بشكل يومي في حياتك يعني يومي 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 لا حتى وليتنا تفكر اللي عدى قبل الله شو نقولك سيدة يا رب يصلح لحوال إن شاء الله عندك سؤال ربما مروعة تفضلي الأخت بارك شعال عندها مدة صدمة تاعة وأسكس ما حسين نفسك باش تعيشي المشاعر بسنا جاوبوني جاوبوني ربما نتفرج بيكم جاوبوني لكي نحكي خير ولا ما نحكي خير جامل يلا بقيت سمعي فينا خالتي راح تسمعي إلى نصائح وإرشادات مروعة يلا سيدة راهي تعاني كما قلت لك عندها ضغوطات في حياتها اليومية بشكل يومي يعني عايشة فيهم عندها بنتها بنتها بنتطلقها عندها مشاكل مع وليدها وتعرضت ربما إلى صدمات من قبل وين توفى زوجها وتوفى وليدها اللي كان قريب منها ربي يرحمهم إن شاء الله في هذه الحلقة لك أنار أني نمشي ونهضر مع الناس يعني وصلت المرحل وين اللي تلقاها تحكي معاه هل هي طريقة سليمة وتواصل فيها أنه تبقى تحكي للناس على مشاكلها وضغوطتها اليومية ولا تشوف طريقة أخرى نعم خاصة أنه هي كبيرة في السن يعني مرأة كبيرة في السن ربما بشت ورقة وتكتب ولا طريقة التنفس صح جيها شوية صعبة ما هيش متعوداء عليها وشنو هي الطريقة المثلة لتنصحيها بها نعم طريقة مليحة الأخ كي تعبر على المشاعر تحاول الأفكار تحاول وكي ما قلتنا قلت لك بليني مزلت نتفكر يعني هنا مزلت تحت أثير الصدمة ولا نقول اضطراب ما بعد الصدمة يعني كي يكون عندنا اضطراب من الأحسن توجه الأخصائي نفسي ليعلجنا الاضطراب راحط الأخصائي نفسي وقالت لك قالها حالة طبيعية اللي ركي تعيشيها نعم ننصحها باش تتعامل مع الضغوطات هذو كي ما قالت تهدر تعبر على الأفكار تحاولها تشوف الشخص يعني يثيق وتحبر له باش ما تبقاش تقليب غير الداخل ولكن هي قاتلك وصلت لمرحلة ربما أنه تحكي للناس جميعا وتفشي أصرارها للعامة للأسف الشديد وهذا الشي خلاها تقلق ربما ممهية ما رهيش مرتاحة نفسيا من هذة الطريقة اللي رهي تتعامل بها مع نفسها ومع ضغوطتها نعم الأخصي بورسا قلت لك لازم نتوجه الأخصي نفسي بسك في الحالة هذه عدنا تقليات علاجية نستعملوها أي وصلت مرحلة الضغط يعني نقول لك سيدتي أنه حاولي تشوفي شخص واحد تتواصلي معه وتحكيله أسرارك ويكون شخص دائما يكون في تواصل معك بينك وبينه هذه كأول نقطة باشتفادي الحديث مع الناس جامعا هذه كأول نقطة ربما أنا شخصيا ننصحك بها وثاني حاجة لازم تكون لك متابعة مع إخصائي نفسي ولو أنه تحطي ثقتك فيه في هذا الأخصائي وتروح يتحكيله فقط أسرارك وضغوطتك اليوم يا ربي يصلح حوالك وربي يفرج عليك وفقط أنا بالنسبة لي أهم نقطة أنه هذا السيدة على بالها باللي ما راح يشمرتها نفسيا أنه راح يتحوس على الحل نعم هذه أولى خطوات النجاح في العلاج ربما أليس كذلك نعم الوعي يتقبل حالة يراك فيها هو أول خطوات العلاج يلا نرجح نصله إلى مرحلة الانفجار أو الضغط والانفجار وشنو هي المراحل اللي يمر عليها الإنسان باش يوصل إلى هذا المرحلة باش نصل لمرحلة الانفجار يعني نكونوا مرينا مقبل بضغوطات وحوادث سلبية يوم بعد يوم وأن الكبتو هذا الحوادث يعني من عبروش عليها بالطريقة صحيحة يعني الكبتو والعامل الرئيسي اللي وصلنا لمرحلة الانفجار مهم وكتش يوصل الإنسان إلى مرحلة خلينا نقول الراحة النفسية وهل يصل الإنسان حقيقة إلى هذا المرحلة أو لا 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 هي راحة نفسية مياه بالمياه ما كانش بسكو هذه حيات نواجهه ضغوطات نواجهه مشاكل لكن الإنسان يتعلم مهارات مهارات يواجه بهالضغوطات هذا بشي يكون في صحة نفسية جيدة أما إذا كشف الضغوطات هذا كل الحالة اللي راح يمر بها تأثر على حالته الاجتماعية المهانية مع العلاقات تاعه هنا من الأحسن يتوجه الأخصائي نفسي طيب بالنسبة أيضا للتنفيذ الانفعالي ولهذا الموضوع شحال من مرة لإنسان لازم يكرر هذا التجربة ولهذا الروتين في حياته اليوم ولا يقدر يعيش به بتشكل يعني يكون في حياته دائما أنا أرى التنفيذ الانفعالي هو أسلوب حياة يعني الضغوطات اللي راح نمر بها بشكل يومي تجارب سيئة تحدثنا دائما يعني التنفيذ الانفعالي المرسوح كل يوم كلما نمر تجربة سيئة ولا ضغط ولا انفعال حسر ونحن بدينا ننفعله نتجه للتفريغ الانفعالي الطرق اللي قلناه جميل طيب في حالة ما الانسان ملجأش وموصلش إلى مرحلة ربما النضج الانفعالي ولا التفريغ ولا بش يخليه يؤدي إلى التفريغ الانفعالي في هذه الحالة وش يقدر يصر للإنسان ولا نفسية الإنسان احنا يوصل كي يبقى يكبت راح تتشكلنا ضغوطات ومبعد تظهرنا على شكل اضطرابات نفسية وحتى عضوية قادر يكون ضغط سكالي قولون عسبي هذا كامل يحضو نجليجات ركبت يعني كي ما نفرغوش المشاعر والانفعالات وبالنسبة للناس اللي تعيش بشكل يومي في ضغوطات كيفاش لازم تتعامل مع هذا الضغوطات وكيفاش تقدر تجد تجديني بهذا الضغوطات باش ما تأثرش على حياتها الضغوطات ما نقدروش نحبسوها جي جي وصح كيفها نواجهوها بالتنفيس الانفعالي اللي خلينا ما نكبتوش خلينا ما نفعلوش بشدة ثورة هذه يعني رح تساعدنا باش ما ننصلوش لمرحلات الضغط عارفوا كيفا نتعاملوا مع المشاكل السلبية اليومية جامل طيب الخطام مروى تكليت واش تقولي الناس اللي راي تشوف فينا صبيحة اليوم والناس اللي تعاني في حياتها اليومية من ضغوطات بما نقوله ربي يحسن عون الناس اللي راي تشوف فينا حقيقة لانه المجتمع الجزائري فيه حالة لو يتصوا بين المشاهدين ما راحش ينتهيهم من قصصهم ويومياتهم خلينا نقول لي فيها جانب سلبي ولا جانب كبير سلبي فش تقولي لهم انت نحب نقولهم باللي الحياة إيجابية وسلبية ما فيها شغل الإيجابي مالأحسن أنكم تتعلموا الطرق هذو تعلموا مهارات جديدة كيف تتعاملوا مع الانفعالات تحكموا مع الضغوطات تحكموا باش ما نوصلوش لمرحلة الكبت ليولد الانفيجا تأخصائية نفسانية اللي كنتي حاضرة معنا صبيحة اليوم وجدتنا مباشرة من ولاية الصطيف تحية لكل ناس طفل اللي تشوفينا صبيحة اليوم إن شاء الله نشوفوك في أعداد قادمة وهذا أول لقاء يجمعنا في استوديو الشروق مورني مشاهدين على كارما نقول لكم أن الحياة مطبات فيها الإيجابي وفيها السلبي رحوا فقط بالعقل كل إنسان في هذا الحياة معرض إلى هذه الضغوطات ما كانش إنسان في هذا الدنيا ما يعانيش من ضغوطات في الحياة فقط الإنسان لازم يهونها يقول لك كل شيء يبدأ صغير ويكبر فقط المشاكل والضغوطات اللي تبدأ كبيرة من بعد تصغر دقيقة قبل الساعة الثامنة صراحة أثر فيها جدا اتصال السيدة لعيطتنا لأنها تعاني من ضغوطات ومشاكل مع وليدها للأسف الشديد ربي يصلح حوال جميع الجزائرين كل ناس لرى تشوفنا صباحة اليوم